مرحبا يا أحبائي كيف حالكم؟ هل أنتم مستعدون لسمع قصتنا لليوم؟ قصتنا بعنوان مشروع الصيف في يوم من الأيام على شاطئ البحر كانت الشمس مشرقة وكان الأطفال فرحين راح هشام ينادي أحلام ثلجات في الجو الحار هيا يا صغار كان عمر ينادي أيضا معنا طائرات ورقية هيا يا صغار كان الشاطئ مملوءا بالأنشطة والجميع يلعب ويسبح ويجري هنا وهناك أشار أحد الصغار إلى العربة ونادأ أصحابه هيا هيا أسرعوا عربة المثلجات قد وصلت كانت ندين تجلس على عربة المثلجات وراحت تحرك قدميها وهي تقول أحلى مثلجات وأجمل طائرات هيا يا أصدقاء ويا صديقات اقترب حارس الشاطئ من العربة وقال سنجري سباقا للطائرات الورقية هيا يا هشام اقترب من برج المراقبة وسوف أنادي الصغار حتى يجيء ويشتروا أعلن الحارس عن مسابقة لأجمل وأعلى الطائرات الورقية ودع من يرغب في المشاركة أن يحضر طائرته الورقية ويستعد للسباق وراح الصغار يشترون الطائرات من هشام وعمر وندين اقترب أحد الصغار من هشام وسأله هل يمكنني أن أشتري هذه الطائرة؟ أريد الطائرة الكبيرة يا هشام أجاب هشام أسف يا صديقي هذه الطائرة ليست للبيع لقد صنعتها وأخي عمر بأيدينا لكن يمكن أن أعلمك كيف تصنع مثلها اشترى الصغار الطائرات الورقية وأعطى الحارس ألوانا للصغار كي يزينوا طائراتهم ويكتبوا عليها أسماءهم قبل أن تبدأ المسابقة قالت نادين أنا أيضا أريد طائرة أريد أن ألونها وأشارك بها في المسابقة قال هشام نحن الآن نعمل هل تريدنا أن تلعبي أم أن تعملي؟ قالت نادين أنا أريد أن ألعب فقال عمر إذن لن تحصلي على حصة من أرباحي هذا اليوم قالت نادين لماذا لقد سعدتكم في الصباح قال هشام عليك أن تختاري إما أن تعملي أو تلعبي قالت نادين ألون وأطير الطائرة ولا ألعب ضحك عمر وقال هذه حيلة زكية والطائرة التي تأخذينها سوف تدفعين ثمنها قالت نادين لا هذا ليس عدلا أنا أعمل معكم منذ الصباح قال هشام عندي حل تأخذين المثلجات والطائرة مجانا مقابل العمل الذي قمت به اليوم قالت نادين ولمن أخذ النقود من الأرباح أيضا أعاد هشام السؤال على نادين عليك أن تختاري إما أن تعملي وإما أن تلعبي قالت نادين ألعب اليوم فقط وغدا أعمل وأشارك وأكسب نقودا كثيرة قال هشام خذي هذه الطائرة واذهبي ولونيها كان الجو حارا والشاطئ مزدحما جدا والصغار يطيرون الطائرات الورقية وكان الجميع سعيدا وهم يشاهدون الطائرات الورقية في السماء قال عمر كنت أريد أن أشارك في السباق قال هشام هل تحب أن تعمل أو أن تلعب اذهب وشارك وما نكسبه اليوم يكون كله لي نظر عمر إلى هشام مبتسما وقال وما رأيك أن تذهب وتشارك أنت والمكسب كله لي وراح الأخوان يضحكان ويقولان اذهب أنت لا 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 اذهب أنت وهكذا وفجأة شاهد هشام وعمر حارس الشاطئ يصعد مسرعا إلى برج المراقبة صفر الحارس ورفع الراية السوداء وراح ينادي سمك قرش في الماء أخرجوا أخرجوا أخذ هشام يجري في اتجاه الماء وينادي أسرعوا أسرعوا أخرجوا صح عمر مثل هشام ونادى بأعلى صوته أخرجوا من الماء كان جميع من في الماء مشغولين بالنظر إلى الطائرات الورقية الجميلة التي تحلق في السماء وفجأة لاح العلم الأسود وسمعوا تحذير الحارس فخرجوا من الماء مسرعين ولكن بعضهم لم يسمع التحذير أو يرى العلم الأسود وظل يسبح مطمئنا في الماء قال هشام يجب أن نفعل شيئا قال عمر نعم لا بد أن هناك طريقة تنبه من بقي في الماء انظر يا هشام إن سامي وهادي ما زالا يسبحان في المياه بالقرب من الجزيرة ثم نظر إلى السماء وقال لقد بدأ المتسابقون يسحبون طائراتهم الورقية قال هشام آه الطائرات الورقية إنها فكرة جيدة يا عمر إذا استطعنا أن نكتب تحذيرا على زيل هذه الطائرة فسيراها من بقي في البحر ثم أضاف أنا سأجهز الطائرة وأنت ستحضر الأقلام أسرع يا عمر هي أسرع جلس عمر وكتب كلمات على زيل الطائرة أخرجوا سمكة قرش في الماء وطير الأخوان الطائرة بسرعة ومهارة شاهد الصغار طائرة هشام وعمر مكتوبا عليها التحذير فأخذوا يسحبون طائراتهم ويكتبون التحذير مثلهما ثم أطلقوا الطائرات مرة أخرى وكذلك فعلت ندين لاحظ السباحون أن الطائرات الصغيرة قد بدأت تنسحب وطائرة هشام وعمر الكبيرة ترتفع في السماء وقد كتب عليها تحذير بخط كبير بدأ من بقي في الماء يسبح باتجاه الشاطئ أما سامي وهادي فكانا يسبحان في البحر ولم يصدقا ما يحدث قال سامي وهو ينظر إلى الطائرة لا يمكن أن يكون هذا صحيحا لا توجد أسماك قرش في هذه المياه فأسماك القرش تعيش في المحيطات الكبيرة وقال هادي أظن أن هذه مزحة نظر الأخوان فإذا بالطائرات الصغيرة تعود لتملأ السماء وعليها التحذير نفسه طائرة عليها كلمة قرش وثانية عليها كلمة اخرجوا وثالثة عليها كلمة هيا بسرعة قال سامي انظر يا هادي لقد ارتفع العلم الأسود والجميع يسبحون باتجاه الشاطئ أدرك الأخوان حينها أن الخطر حقيقي فأخذا يسبحان باتجاه الشاطئ بأقصى ما لديهما من قوة وسرعة وعلى الشاطئ وقف الكبار والصغار فرحين بسلامة الجميع ثم التفوا حول هشام عمر وهم يقولون فكرة ذكية وحل سريع الحمد لله لقد خرج الجميع ولم يبقى أحد في الماء راح الجميع يراقبون قوارب الإنقاذ وهي تسبح في الماء جاء من بعيد قارب معلق على جانبه سمكة قرش صغيرة وعندما اقترب القارب سألت ندين رجال حرس الساحل ماذا ستفعلون في هذا القرش إنه قرش صغير وربما لن يؤذي أحدا قال رجل الشرطة وعندما يكبر الصغير ما الذي سيحدث صاح الصغار وهم يضحكون سأل هشام مستفهما وماذا ستفعلون به قال الشرطي سوف نأخذه إلى مركز الأحياء المائية لدراسة سلوكه ولماذا ترك المحيط وجاء إلى الشاطئ قال هادي ربما جاء ليشتري مثلجات وقال سامي لا لقد جاء ليشتري طائرة وراقية التفى الجميع حول هشام وعمر وشكروهما قالت ندين لقد نسيتم السباق يا ترى طائرة من ستفوز في السباق إذان قال الحارس أقدر يوح عليكم أن تكون طائرة هشام وعمر هي الفائزة فليس هناك أجمل من طائرة ننقذ حياة إنسان صفق الجميع موافقين وندين كانت فخورة بإخوانها الأذكياء أثنى العم إبراهيم والشكرة هشام وعمر على هذا التفكير الذكي وسرعة البديهة وحسن التصرف في المواقف الطارئة وأضاف لا ننسى أن الجميع قد شارك في إطلاق الطائرات الصغيرة والتحذيرات وهديتكم جميعا أنني سأشتري مثلجات للجميع راح الصغار والكبار يأكلون المثلجات فرحين أحس هشام وعمر وندين بفرحة وتفاؤل وهم يأكلون المثلجات ويفكرون في مشروع الصيف القادم أتمنى أن تكون القصة قد أعجبتكم انتظروني لنستمع معا إلى قصة أخرى مع السلامة ترجمة نانسي قنقر